صيف العام 2014 وفي أعقاب سقوط مناطق واسعة من شمال العراق في يد تنظيم الدولة الإسلامية تشكلت قوات الحشد الشعبي كميليشي رديفة للجيش في مواجهة التنظيم ما كان للحشد أن ينطلق بعزم وقوة لولا الغطاء الديني الذي أعطاه زخما طائفيا إذ أصدرت المرجعية الدينية في النجف فتوى الجهاد الكفائي التي تضمنت دعوة القادرين على حمل استلاح للتطوع لمقتلة تنظيم الدولة الإسلامية فور صدور الفتوى اندمجت بعض الميليشيات الشعية الموالية لإيران في الحشد ومن أبرزها منظمة بدر التي يرأسها هادي العامري وعصائب أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي وكتائب حزب الله العراقي التي يترأسها أبو مهدي المهندس يتألف الحشد الشعبي من 68 فصيلا ويقدر عدد أفراده بأكثر من 130 ألف مقاتل إلا أن الفصيل الأكثر رفتا للأنظار فيه يبقى كتائب حزب الله العراقي الذي تأسس عام 2003 عقب الغزو الأمريكي للعراق ويحظى بتمويل وتسليح وتدريب إيراني وكان هدفه المعلن عند إنشائه إخراج المحتل من العراق والدفاع عن المقدسات وحزب الله العراقي هو الأكثر استهدافا من قبل القوات الأمريكية لأن واشنطن تعتبره مرتبطا بحزب الله اللبناني وبإيران وقد برز هذا الأمر بشكل واضح أخيرا بعد الهجوم الذي قاده الفصيل على السفارة الأمريكية في بغداد وبعد مقتل قائده أبو مهد المهندس خلال الغارة الأمريكية التي استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس التوري الإيراني قاسم سليماني الذي كان المهندس من أقرب المقربين إليه في الأول من يوليو تموز 2019 أصدرت الحكومة العراقية أمرا ديوانيا قضى بأن تعمل جميع قوات الحجد كجزء من القوات المسلحة كما نص الأمر الحكومي على أن تقطع فصائل الحجد أي ارتباط سياسي لها بالأحزاب أو الكتل السياسية قطع يبقى نظريا حيث تشارك فصائل الحجد بغالبيتها في العملية السياسية خصوصا منظمة بدر وعصائب أهل الحق كما أن ائتلاف الفتح الذي يقوده هادي العامري وله تمثيل كبير في البرلمان يعتبر نفسه الممثل السياسي للحجد الشعبي